مشاكل بدأت إزاي بكوفيد 19 كلم على فيروس كورونا كلم على أزمة الرقائق الإلكترونية وعدم تواجدها واحتكار بعض الدول وبعض المصانع لهذه الصناعة المهمة جدا الذي يصل إجمالي استثماراتها في العالم النهاردة في 2022 إلى 600 مليار دولار كلم كمان على الحرب التي نشبت أو تدور رحاها بين روسيا وإكرانيا فده كل العوامل دي بدأت تأثر على مش بس عالم السيارات بل كل ما هو صناعة في العالم تأثر بهذه الموضوعات السلاسة ليه؟ لأن الناس بتسأل طب هي الرقائق الإلكترونية دي بتستخدم فقط في صناعة السيارات بالطبع لا هي تستخدم في صناعة منظومات السواريخ الحديثة الفيديو كيم الموبايل فون التلاجات الحديثة البتجازات الحديثة الغسالات الحديثة كل ده بيشتغل عن طريق كومبيوتر شابس فدي بتستخدم هنا عندنا شركة STMC في تايوان بتحتل تقريبا يعني بتحتكر حوالي 65% من هذه الرقائق على مستوى السيارات بتحتل 95% من رقائق التي تستخدم في منظومات السواريخ في الموبايل فون وده الأهم والأغلى على مستوى العالم دلوقتي طبعا في دول كتير عندها مشاكل مع تايوان والصين عشان تبدأ تتكلم مع الصين تكلمت أمريكا مع تايوان بفترة طويلة جدا إلى أن رضخت تايوان لأمريكا وعملت أو بتعمل دلوقتي مصنع لإنتاج الرقائق في ولاية أريزونا في الولايات المتحدة ده بيتكلف تقريبا في حدود 16 مليار دولار تكلم على شركة أنتل أمريكية بترصد 100 مليار دولار عشان تبدأ تعمل مجموعة من المصانع المصانع دي لها تاين فريم بتتعمل فيه مدى زمني لقم 2 محتاج منباور محتاج العمالة الفنية اللي هتشتغل في هذا الشكل محتاج مهندسين تقنية عالية المستوى عشان يشتغل في الموضوع ده أمريكان عندهم ميزة أنهم بيصمموا كويس جدا لكن الفابريكيشن أو المانيفاكشنين لا ده تايوان مرة واحد ولا يولى عليها في العالم من هنا بنقدم رسالة أو أنا قدمت رسالة كتير جدا لرئيس الدولة بأن ليه مصر ما تاخدش في هذا المعترك تاخد مكان الدولة بتعمل مشروعات قومية كبيرة نحن ليه إحنا عندنا مصر دولة ريادة في الأفريقيا والشرق الأوسط إحنا لو عملنا المصنع زي كده هنا عندنا مانباور مدرب مهندسين وفنيين على مستوى فهنا الصناعة دي بالنسبة لنا تبقى صناعة كويسة جدا كمان الـ return of investment دوران رأس المال والأرباح اللي بترجع منه سريعة بشكل كبير جدا الرقيقة الصغيرة دي بتاخد لها في حدود ست أسابيع في التصناع هل إحنا نقدر نمتلك الخبرة أو نقدر يعني نستورد الخبرة من الخارج نفيش بوس فاند إحنا لما جئنا نعمل كبري تحيا مصر الكبري ده كبري ملجم معمول بالكابلات مين اللي عنده الريادة في هذا الموضوع؟ الصين مصر أرسلت مجموعة الممانسيين والفنيين إلى الصين عشان يبدأوا ياخدوا الخبرة دي فجابوا لنا النوهاو دي وجبنا مجموعة من الصينيين في مصر ومن مصر من هنا دخلت على المحق وخدت جينيس ريكورد خدت مصر أورد كأعرض كبري على مستوى العالم فأنت بتتكلم أنت عندك ناس في مصر الزكائي يعني أنا ما شفتش واحد في مصري برا مصر وأنا بسافر كتير جدا ما شفتش واحد فاشل كلهم مميزين في المكان ليه؟ أنت محتاج بيئة حاضنة نضيفة فيها ناس بتهمها مصلحة الدولة تعلمتي في اليابان كلمة اسمها اليالتي أو الولاء لتراب الدولة ولتراب البلد لازم تدي الناس الجزئية دي عشان الناس المرضود بتاعها يبقى عالي أنت عندك النهاردة بتعمل الدولة بتعمل 100 مليون صحة عشان تخلي المواطن صحيح معافى دولة النهاردة بتشتغل على منظومة التعليم ودكتور طريق شوقي بشكل كبير جدا لأن أنت من غير صحة ومن غير تعليم يبقى أنت ما عندكش حاجة خالص فدي جزئية الدولة بتشتغل عليها فأنا بقول ليه الدولة ما تجيبش يعني النهاردة هندي بس الشيء بالشيء يذكر هندي اتفاقات أغادير كانت المغرب ومصر وفلسطين والأردن ولبنان نعمل اتفاقية لصناعة السيارات بمكوم محلي يصل إلى 40% لو عملت إلى 40% دول يمكن تصدير العربيات من الدولة الأخرى بدون أي جمارك بدون أي مشكلة مصر وكل الدول نامت اللي صحيء المغرب أصبحت المغرب الآن الدولة رقم 5 على مستوى العالم التي تقوم بتصدير السيارات للاتحاد الأوروبي بالكامل الدولة المصنعة والدولة صاحبة خط الانتاج فرنسا اللي بتدي المغرب الخط ده استغربوا كمية الأرباح اللي بتدخل على هذه المصانع في المغرب إزاي فلو عندهم يد عاملة مدربة كويسة جدا الدولة ملك المغرب اد أرض ببلاش ما بقاش في جمارك ما بقاش في درايب خلى الناس تشتغل بأرياحية كاملة تسهيلات فندم اللي احنا محتاجينها هنا يعني سواء تسهيلات قانونية أو إدارية اللي تخلينا يبقى في مجال السيارات يعني عندنا ريادة في هذا المجال المستثمرين كتير عايزين يشتغلوه فأولا عندي مستثمرين عربة ومستثمرين أجانب عايزين يخشوا الدولة عشان يعملوه اللي مانيعهم هوم يا فندم هنا محتاجين صلاحيات محتاجين أرض محتاجين أنت أول حاجة بتحتاجها في الشولانة دي الأرض عشان تبدأ تعمل المصانع دي وده بيتلم في مجالات تانية بيتلمش مجالات كتير جدا الدولة بتدي الأرض والصلاحيات الصناعة كبيرة جدا الاستثمار فيها بمليارات احنا كان عندنا مشكلة مثلا في 2011-2013 مرسيدس بنزل سحبت الشغل بتاعها من مصر حصل المؤتمر الأمن العالمي في ألمانيا الرئيس تبحث مع ميركل مستشارة الألمانية وبدأين قعدوا جابت لهم الشركة وقعدوا معها تاني فخامة رئيس الدولة والشركة استجابت وجدت ونزلت مصر تاني وبدأت تشتغل في مصر تاني فاحنا ليه طالما توجه الدولة استثمار يبقى احنا عندنا مشروعات كبيرة جدا بتتمي في الدولة عملت شبكة قومية للطرق أبعدها بتصل إلى 8000 كم أسفلت جديد ورفع كفاية القديم تكلفتها 200 مليار جنيه فأنت بتعمل أي دولة أي مستثمر عايز يجي عايز بلد نمر واحد بلد آمن عايز نمر اتنين شبكة مواصلات جيدة عشان يقدر يشتغل على أنحاء الدولة عملت شبكة قومية فتحت 22 مدينة جديدة عندك مناطق لوجستية عايز تبدأ النهاردة تكمبيت مع دبي وجبل علي في المناطق اللوجستية